السلام عليكم ورحمة الله وحلقة جديدة من البرنامج الكابتن اليوم رح تناول عدد من المحاورة المهمة لسيما قضية استقالة أو إعفاء المدرب باسم قاسم من تدريب نادي الزوراق بالأضافة إلى الأفضل في الجولة الثانية عشر وفقرة جديدة وهي رح تكون الأفضل في الشهر يعني احنا وصلنا إلى الجولة الأخيرة في شهر 12 اللي الكل يعرف أنه كانت جولات تقريبا ست جولات يعني كل نادي خاط بها ست جولات وكانت هذه الجولات يعني تتراوح ما بين قوة المستوى الفني والحدارة المستوى الفني خصوصا الجولة الأخيرة اللي كانت جولة فقيرة فنية البداية أرحب بضيوفي ومحللي برنامج الكابتن الثابتين الكابتن حيدر جبار أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك سادسين أهلا وسهلا بك وصفاء عدنان اللي يمكن أتوقع الحلقة الأخيرة إلي في البرنامج إن شاء الله الله يسمع من حلقك الحلقة الأخيرة؟ إن شاء الله حيدر سلقويتم حديدنا كابت وصواه لا منطنكهة بس ما أنا عدي حساس لا أنا صحيح آخر حلقة بس أكون قريب عيكم جدا إن شاء الله والله أتمنى لك التوفيق وما تقول بس لما قلت لك يعني أنا أشوف أنه هاي آخر حلقة ويا أنا معا آخر حلقة بالسنة هاي بداية الكل يعرف أنه يوم أمس بعد تعادل خسارة نادي الزوراء أمام نادي الزوراء وردة الفعل الكبيرة اللي أحدثها جمهور الزوراء وغياب المدرب باسم قاسم عن الوحدة التدريبية اللي كان من المقرر أن تقام في الساعة الثانية ظهره بعدين تم تحويله إلى الساعة الحادية عشر قبل قليل المكتب الإعلام لنادي الزوراء أعلن بشكل رسمي شباب طلعون المنشور الخاص بي المكتب الإعلام لنادي الزوراء أو نادي الزوراء بالتراضي هاي حلوة بالتراضي إدارة نادي الزوراء توافق على إنهاء عقد مدربها الكابتن باسم قاسم ومساعدها أحمد خضير بعد اجتماع عقد مسائل يوم وقدمت الهيئة لدارة نادي الزوراء الشكر والتقدير له لما قدمه خلال الفترة التوليه لقيادة الفريق متمنين له الموافقية والنجاح في مشواره القادم إذن مشوار باسم قاسم مع نادي الزوراء انتهى بشكل رسمي بالإضافة إلى المدربة المساعد أحمد خضير في أول خسارة للفريق أمام الزاقل لكن كانت هناك سلسلة من النتائج اللي اعتبرها الجمهور الزوراء سلسلة نتائج سلبية بسبب عدد التعادلات الكبير اللي مار بها الفريق اليوم كنا متؤزين بالوحدة التدريبية وكانت هناك جلسة مصارحة ما بين جماهير نادي الزوراء واللاعبي نادي الزوراء وحتى الكادر التدريبي المتبقي يعني حيدر عبدالأمير اللي تم تسميته بشكل رسمي مدرب مؤقت للنادي واللي راح يقود فريق الزوراء في المباراة المقبلة اللي راح تكون يوم السبت أمام نادي القاسم إذن حيدر عبدالأمير هو المدرب المؤقت لحين إيجاد مدرب بديل ورح نتكلم عن شروط المطلوبة بالمدرب القادم لنادي الزوراء وكانت هناك جلسة مصارحة جلسة طويلة لكن خليني نوقف عدها ونسمع حزين شنو اللي صار ما بين جماهير نادي الزوراء وشنو اللي صار ما بين لاعبي والكادر التدريبي لنادي نتابع أقول لاعب كابت المنتخب شباب عدكم أقول عمار عبدالحسين جبتوه عدكم أنا شنو أحوّر سيارة سيارة هاي منه أسوي هيسره لو يسرى سوي هيمنه أقول لاعب إليه مركزه أقول لاعب إليه مكانه إدارة عمي ما عدنا شكال وياكم يا شبابنا يا لاعبين العبطال إحنا ما عدنا شكال وياكم كنا داعمين ألكم كنا نحبكم كنا نعازلكم أنتو خوش لاعبين أنتو نجوم أنتو أنتو عمي ما عدنا شكال وياكم يا إدارة نادي الزوراء يا مدير الفريق إدارة ومدير الفريق الكادر التدريبي ما موجود إذا نريد نحكة على جديز يدان جديز يدان منتعد نجوم الزوراء هو نجم من نجوم الزوراء أنا بالنسبة لي ما حسب على كادر تدريبي أحسب على ابن الزوراء ها كابتن كابتن الكادر التدريبي مثل ما ما احترم الفريق اليوم وما احترم هذا الجمهور وما اجيه ما لا طبه للنادي أحب الا طبه الا طبه ما لا طبه يوم احترمنا ساشوالتو احترمتونا ابو شهل تترجع احترمتونا واجيتو ووقفتو يا عمي ندري بكم مستحقاتكم ما تجيب بيوم هين تتأخر عليكم تأخذون عقل للناس بس يا كابتن كريم يا عمي المدرب اللي ما احترم هذا الجمهور واجي كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعيتي هو الرجال لو يريد لو يريد كان يقول لي يوقف هالصدى الجمهور الزوراء كلهم على رأسنا وهذا الجمهور كله يحبوا لظهنوا من واحد يوقف فضكم ما حد يوقف هالك عدي يقيموا ذولي عالم دوام اليوم مجاية البلعمالة الموظف احنا عاد ريقكم وما تنظم علينا لا صغيرة ولا شبيرة شون مثل بوقت فارحة المهند عبد الرحيم خمس مئة تلب قبلها عباس قاسم قبلها مهدي كابل كلها ندري بها بس نطمطمينه ليش نطمطمينه نحب نادينه نحب نادينه من الزغير لتشبير نحبكم بكلكم حتى الإداري ما عندنا مشكلة وياكم نحن نحبكم هذا جمهور صبرنا سبع لعبات تعادلات دس العبات فزنة انتوا قلاعبين ما مقسنعين عالي ما جاي نقص منكم الله شاهد علي وهذا الله هاي المخلي هاي الشمس يخم بها العالم كلكم أخواتنا مؤدبين هو اللي طبب لهذا النادي مؤدب ابن مؤدب ابن عائلة عمي هذا جمهوركم وياكم احنا سائع وحده أسوأ بس مو ما أسوأ من هاي النتائج مو أسوأ من هذا الأداء احنا طبعا عتبنا عنهم من أردات الموجود بسم الزوعة عتبنا أيضا على اللاعبين كونهم للكسهر واحد واخوتنا واصدقانا وعلى راسنا بس رغم هذي ما قدما ينه مستوي كابتن ما قدما ينه مستوي صحيح المدرب مدور باللعب الفريق قابتين احنا صحيح الجوز ملاعبين طوبة ملاعبين فرق شعبية ملاعبين لعبين بلاي ملاعبين في شي نباوع نتعلم نباوع من ذاك اليوم الهادي اليوم الفريق ما بي تدوير لعب يعني مثلا شوت كامل بس على اليمني هسا تقول عقيل منتبه لهذا الشي لنباوع من التلفزيون شوت ذاني بس على اليسراء هنا اللاعب الايمن اش راح يصير به راح ينتهي يرخى يعني ماكو تدوير باللعب ماكو لاعب يخلاي يوصل الكرة للمهاجب صحيح دنقلهم مهندي بالكرات الهوائية زيان بس خلوا لاعب يدق عليها سنترشوت يا جماعة لاتدنا ما عندنا شيوية هو دورينا ما شاء الله كل اتنا الجولات اربعة يجي مدرب جديد رحمة الواجهة قلت اخواتنا على الاسم انتو هم بيكم قصور نزع لهم من عدنة يعني مدرب ما ردتو هم قولوا هذا الجمهور شنو ذنبي خلي اللعبة اللعبتين ما رح نحكي كل الحاجه اما انت الله رسول احنا وقفنا رجل نوقف الفريق لقاطنا على المدرب وخلنا يطلع بس هسنا المرجاة تتتحاسمون لزع لهم من عدنة الواحد منكم السهل لعب بلا مدرب سقبوا القرآن كلكم اللعب بلا مدرب تجيبوا لنا دوري ارقى عناصر بالزورة هسي بالنادي كلها من هو يا نادي مثل لي من عدم مثل لي يعني هسقي ستة بالشرطة اصيبوا لك يصيبوا لك اصيبوا لك بأي فريق انت خذ لاعبين ابو زهراء مارت المدرب طلع المدرب ها نبع المدرب انت خذ لاعبين انت خذ اصيبوا لعبين وامت اصيبوا لك قل Essentials شكرا لهم مدرب يا ما زلال اي ما له هناك احنا عينينا لا اعني لا لا ابي علي لا ابي علي اه من قصيب عليك بس اي حقلك الشر بس عكلا مدرب يشتغلوا ياك. تقصير على قليل تقصير على رعادي أبو علي لا يأكل بالفريق لماذا لا يأكل بالفريق؟ المجرب لا يمكننا أن نحص المشكلة هكذا لا تخولونا لا تخلونا الوقت اغير يا أمي في قصة واحد أحمد احمد عمي حرامي لتصير مستلطان لتخاف عمي على رعد حس انا احاديك ايش عندي ويا الولد مو زين مصطفى محمد هو انا مصطفى محمد انا ما شوفت راه هدون مصطفى محمد لا مو مصطفى محمود زارع شعب مو زين انا اتا مهاجر انت مهاجر بدأ ينزلك انت غربة دي انت غربة دي بس خلا 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 احمد فاضل هستوا يتحرك لا انا مدافع لامر احمد فاضل امير عمو نطلع بحل اي نطلع بس انت اليوم بس اليوم انت هذول اللاعبين هذول اللاعبين لحد الانتقارات الشتوية هما باقين يا صحيح لا انت ملزم تدعمه لحد الانتقارات الشتوية عندك شي مثلا لاعب ما تريده لا رحينا ندخلوه يا جنود الدورة أنا أحبا علينا أنا أحبا علينا أنا أحبا علينا أحبا علينا أحبا علينا أنا أحبا علينا هذا هو تخويل عمي أنت مصدد أنت مصدد وواقع وشباب أحبا علينا مهنان عبدالرحيم وأحمد فاضل وعباس قاسم جلال حسن السيد على رات يتقدمون بكشي وبضرغام فأبع لاعب المتخب العراقي وكل اللاعبين تأس ليش مصددد؟ هل كافتن فريق؟ شخصية فضل ليش؟ باسم قاسم لو جاي اليوم ومحمد ما نحكي يحترم الجمهور جيته ووقفته حسيته بالمسؤولية فأنت كافتن فريق فأنت كافتن فريق لا ترجعون والله ترجعون يعني شو توقع؟ أكو لاعب؟ أبعاني أعبرها لا لا ما حلوة هاي الوقت احنا نوقف ياكم نفرح ووقفتن 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 هاي وقفتن عالة بيت ووقفتن عقيتين مجال احنا الزغار ماليش اقلب الله عمين لكبار احنا مواقفين ضدكم احنا مواقفين وياكم انت وصديقك واخوك تعرفوا ايش وقت بتشدة منتوقع مو باللي بصفقة لا او الهلاهة لا هذا مريدة احنا وياكم قلبا وقالبا اترجعون وحق فاطمة الزغرات والأيام الفاطمية اترجعون وتوكلوا على الله والله يوفقكم بحق محمد الحيد الحمد الأمير ابن النادي اتقود اللعبة باكو مال القاسم والله تغلق اترجعون 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 اذا هذه كانت اليوم جلسة مصارحة مابين جماهير ناد الزوراء واللاعبين هس البعض يشوفه جلسة طبيعية بين الجمهور اللي هو اساسا عاشق وهو القائد للفريق والبعض يشوفه يقولك لا ليش الجمهور هو يدخل في هذا الموضوع اكو ادارة وهي تحاسب اللاعبين وهذا الموضوع اللي بعض يتكلم عنه لكن احنا نروح باتجاه شي واحد انه خلص باسم قاسم الان هو خارج اسوار ناد الزوراء والان البحث عن مدرب جديد لكن هناك مواصفات تبحث عنها ادارة ناد الزوراء اول نقطة تبحث عنها ادارة ناد الزوراء من القادم للنادي يجب ان يكون حاصل على شهادة البرو ليش؟ لان الفريق عنده استحقاق في دورة ابطال اسيا وعنده مباراة امام الوحدة السعودي في التصفيات في حال فوزة في هذا المباراة راح ينتقل لكن قانون الاتحاد الاسيا هو يقولك المدرب اللي يشرف على اي فريق مشارك في دورة ابطال اسيا يجب ان يكون حاصل على شهادة البرو هذه النقطة ما تتوفر اغلب مدربين اعتقد ثمان مدربين خمس مدربين هذا العدد الاقصى اللي موجود يعني الثمان مدربين اللي سيحانلين على شهادة البرو وبعضهم بعدهم خارج العراق بعض هم اساسا lubtu لدي التزامات مع الندي فهذا الموضوع الى الان جناعة الزوراء ما حاسم هذا الموضوع السيد فلاح حسن موجود بالعراق ادارة الزوراء من خلال الاتصال بالسيد فلاح حسن من خلال الجلسات اللي موجودة حاليا عدها سيفيات تقريباً ثلاث مدربين أنا ما رح أتكلم بالمدربين الموجودين حتى ما تعتبر إعلان لكن أنا متأكد الأسواق اللي موجودة حالياً لدى نادي الزوراء مدربين عدهم شهادة برو والمدرب الثالث لا يمتلك هذه الشهادة وإدارة نادي الزوراء رايحة باتجاه المدرب اللي حاصل على هذه الشهادة مثل ما قلنا لأن متطلبات الاتحاد الآسيوي تجبر نخليها بين قوسياً الاندية اللي تشارك بدور الأبطال يجب أن يكون هناك المدرب الأول حاصل على هذه الشهادة ومثل ما إحنا قبل أيام تم الإعلان عنه سيد علي صغير أعلن أن الكابتن مجميل فرطوس رح يقود نادي القوة الجوية في دورة أبطال آسيا بسبب عدم امتلاك المدرب أيوب أوديشو لهذه الشهادة فلذلك أنه نادي الزوراء يقول لك لا أنا رح أتجيب مدرب يمتلك هذه الشهادة هس هو ابن النادي من خارج النادي لكن الخيار الأول الذي نادي الزوراء هو مدرب حاصل على شهادة الوبرو يوم السبت مباراة الزوراء والقاسم رح يقودها المدرب المساعد حيدر عبد الأمير نجم منتقباتنا الوطنية اللي يتمنى لكل التوفيق في مهمته كأول مباراة يقودها بشكل رسمي كمدرب مؤقت يساعده معرف أنه رح يخلونه المدرب مساعد مع الكابتن حيدر عبد الأمير لكن جليز يدان مستمر مع الفريق الكابتن نصير عبد الأمير مدرب اللياقة مستمر مع نادي الزوراء ورح تكون هناك مستجدات في هذا الموضوع ورح نتناولها أولا بأول خليني أتكلم مع حيدر جبار ليش حيدر جبار في البداية لأنه هو واحد من أعمدة ونجوم نادي الزوراء ومثل النادي بسنوات عديدة وكان قائد الفريق شنو اللي قاعد يصير بنادي الزوراء استقالة باسم قاسم حيدر عبد الأمير مدرب البحث عن مدرب جديد للنادي نعم تحياتي لك أستاذ حسين وتحياتي لك المشاهدين قناة الرياضية ولأ أخوي الكابتن صفا بالحقيقة يعني نادي الزوراء اليوم يمر بصراحة يعني بظروف صعبة وقاهرة من خلال يعني النتاج يعني البداية الدوري طبعا أنا أعزيها لعدة أسباب من ضمن الأسباب أنه يعني حتى اللاعبين مع كل احتراماتي اللاعبين ما قدموا مستوياتهم بصراحة نحن ليس دفاعا على الكابتن باسم قاسم لكن اللاعب عليه أنه أن ينتفض في يعني في نادي الزوراء نادي الزوراء كل يعرف كابتن حيدر نحن خليني خلص مرحلة كابتن باسم انتهت الآن جمهور الزوراء يقول لك أنا انتظر المستقبل نعم وأحد يعني الكلام هسا اللي يسمعناه في هذه الجلسة يقول لك أنا أريد ولد النادي يرجعون من جديد نعم ولد النادي من ولي هم يرجعون خلينا يكونوا ناضحين وصراحين أكو من ولد النادي من يستحق الآن العودة إلى نادي الزوراء يعني اللي يمتلك المؤهلات اللي يقود فريق الزوراء يعني هو النادي الزوراء دائما أبوابه مفتوحة أستاذ حسين بصراحة يعني أبواب النادي مفتوحة للجميع وأي شخص يعني هم النادي يرون به هذا المكان أنه يكون متواجد فما يكون مشكلة يعني بأي واحد من أولاد النادي أن يكون في نادي الزوراء أما مشكلة نادي الزوراء هذا الموسم أستاذ حسين وتكلمت عليه إنه اللاعبين عليهم أن ينتفضون السادة حسينة بصراحة أنا شاهدت المباريات وأكثرت المبارات يمكن أنا كنت محلل وأشوف مستوى الأداء الفريق الزورة هذا مو فريق نادي الزورة بصراحة يعني هذا الموسم شوفوا اللاعبين مستوياتهم مو هذه المستويات شوفوا المواسم الماضية كانوا أفضل أنا أتكلم عن نسبة كيف يتحملون اللاعبين ما حصل في نادي الزورة خلال هذه نتكلم عن الجولة يعني إذا من 180% تحملون اللاعبين والكادر التدريبي يعني يتحمل جزء أكيد يعني هو الكادر التدريبي يعني يتحمل 20% يعني يتحمل جزء لأنه أكيد يكون كادر تدريبي بس الأخطاء صار عليما صار على المدرب والكادر التدريبي السادة حسين هو دائما المدرب هو الحلقة الأضعف هاي نعرفها أنا قلت لك دائما أنا مو أدافع عن المدربين لكن هو المدرب دائما الحلقة أضعف لكن اللاعبين يا أخوان أنت قاعد تلعب يعني في فريق اسم نادي الزورة سادة حسين وهذه رسالة للإخوان لللاعبين نادي الزوراء عليكم أن تنتفضون هذا نادي الزوراء ما يتحمل بعض نتائج يعني مثل هذه النتائج انتفضوا عدكم مباريات قادمة عدكم مسابقات عدكم أبطال آسيا تكاتفوا بياناتكم يعني إحنا هستتكلمنا حتى يعني هذا موضوع السرقة ما موضوع السرقة يعني هاي جديدة هاي إخوان يعني هذا نادي الزوراء نادي الزوراء معروف يعني طلع أجال طلع لاعبين وحتى الأخلاقيات ما لللاعبين معروفة في مباراة زوقة في أن وصلت رسالة نعم سرقة اللاعب مهند في مباراة زوقة 500 ألف دي يعني السادة نعم السادة حسين يعني هاي شوف هاي الجزئيات طبعا هاي طبعا تفلش الفريق هاي شغلات السرقة والنفس الغير الطيب وهي الأمور هاي كلها تأثر بصراحة هم لا يعني هم لازمهم عدم توفيق عليهم أنه يراجعون نفسهم يشوفون وين هم الخلل وين قاعد يصير الخلل ينتبضون يجلسون بيناتهم تتحدث عن المدرب عند مواصفات شهادة البرو كم مدرب عندنا حاليا ما عند عمل أو مو ما عند عمل هو المدربين العراقين قلائل اللي موجود عندهم شهادة من المدربين اللي موجود عندهم يمتلكون شهادة البرو حاليا يعني حاليا تقريبا يعني يمكن له خمس مدربين أو ست مدربين يعني اللي كانوا معايا كابتن عبدالغني شهد كان وكابتن عباس عبيت سامي بحت كابتن سامي كابتن ساعة حافظ يعني متواجد يعني كابتن حيا علوان ساد نزار شرف المتكلم كابتن حكيم عماد محمد كابتن عماد قحطانش دي وانت وأنا وأعتقد بعد عدنان حمد ومجبل فرطوس الأخوان تعرف من تواجد خارج العراق ها تتكلم فقط عن الموجودين في الداخل نعم إذا المدربين القلائل وبعض اللي تكلمت عنهم أساسا هم الآن عاملين في دورنا يعني بيهم عاملين وبيهم يعني لحد الآن الكابتن راضي شنيه شو عند البروفيشن لكن كابتن بعلومات اللي عندنا أنه خلص يعني هو اعتذر نعم عن تدريب الزوران لأن منطي كلام اللي أحد الاندية وكابتن راضي يعني معروف أنه ملتزم بكلامه يعني هو تعرف الساد حسين هو يعني كل مدرب وعنده ويتشات نظر يعني ويعرف يعني وين يخلي ويعرف وضعه أنه مثلا يوم هو يثهم إلى نادي وهذا قلت لك هو يعني شيء يخص يعني المدرب وين ما يريد يثهب يعني وشيء يخص المدرب كابتن أنت تواجدت في ناد الزوران كابتن صفاء كمساعدة مع المدرب حكيم شاكر وقدمت استقالتك وخرجت مع العلم استمرار كابتن حكيم شاكر نفس الفترة اللي تواجدت بها أيضا كانت هناك مشاكل في ناد الزوراء لكن نفس المشاكل اللي موجودة حاليا وإنت اللي قاعدت تتابعها لا بالعكس يعني احنا الفترة اللي جينا بها يعني بعد الكابتن أيوبا ديشو كانت نتائج أيضا مسلبية في الدوري لكن فريق الزوراء ما يميزه هي يعني اللاعبين متكاتفين دائما في أصعب الظروف وتشوف اللاعبين متكاتفين ببيناتهم وهذا يعني هستاني حالة غريبة سمعتها ما السريقة بالمنزع بالعكس فريق الزوراء يعني يمتلك غرفة تبديل ملابس مميزة جدا فأعتقد يعني دي يمرون بظرف صارت حالة من الأرباك للفريق يعني خلال هذه الفترة يعني لا قدرة الإدارة ولا قدر الكادر التدريبي أن يحلها أنا أشوف ما أعزي على اللاعبين يعني أذب عليهم يعني شي قليل عليهم كل ما يتحمله هو الكادر التدريبي خاصة من تكون يعني أنت تلعب داعش مباراة مع أجل احترام الكابات يعني باسم قاسم والكابتن أحمد خضير لكن هم القيادة بيدهم دفت القيادة الفريق بيدهم بس الكابتن حيدر يقول لك يتحملوا الفقر 20% لا 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 المدرد دائما هو يعني أنت وإننا إذا نتكلم عن الكلام اللي سمعناه مثلا على عبد الزارة كابتن الفريق يقول لك الفريق ما بيروح أكيد لهم كابتن صفاء إذا تسمح لي استاذ حسين إذا تسمح لي كابتن صفاء يعني هو يشوف تصريح كابتن علاء قاعد يقول إحنا مقصرين يعني هو قاعد يقول إحنا مقصرين يعني عرفون نفسهم اللاعبين إن هم مقصرين بالوضع وأنا عرف على عبد الزارة شجاع حتى لو الموضوع هو يمسس ولا يمسس اللاعبين منه اللي يخرج منه اللي يخرج أفضل ما عنده اللاعب أكيد الكادر التدريبي إحنا من جينا للفريق نزورها هم كان هذه المشاكل متعادلين ثلاثة كلوية ديوانية وخسرانين أربعة ويأربيل وعلى السماوة وآخر مباراة كان السماوة فأنا أقول لك المدرب هو هو اللي يقدر يخرج من اللاعب أفضل ما ما يكون عنده ممكن ممكن أصير أكيد اللاعب يمر فترة لكن كل اللي يقدر عليه لازم المدرب هو اللي يعيده إلى مستوى الحقيقي الحل الآن مباراة مؤقتة لحيدر عبد الأمير وفريق القاسم من الفرق الجيدة على أرضه يعني مهما نقول عليها صعبة بصراحة الحيدر عبد الأمير في المباراة المقبلة مع القاسم حيدر عبد الأمير يعني أنا شوف أنت مش تغل وياه أنا مش تغل وياه حيدر عبد الأمير من الكفاءات التدريبية الشابة وأعتقد يقدر حتى يقود الفريق إلى يعني أبعد فترة مو مباراة وحدة يملك خبرة لاعب منتخب وطني كل المواصفات موجودة مدرب هادئ فأعتقد مو شي صعب علي قيادة الفريق في خلال هذه الفترة طيب برأيك مين المدرب الأقرب لتدريب الزوراء وفق الشروط اللي بخليته إدارة الزوراء يعني ما نقدر نحن نقدر نقول اسم لكن أعتقد الزوراء يعني من راح يختار راح يختار الشيء الأصلح يعني ما أعتقد إدارة الزوراء إدارة الزوراء يعني كفوئة وليش هسا خلت المباراة لكابتن حيدر يريدون يختارون بتأني وأعتقد إن شاء الله يكون قرارهم صائب في اختيار المدرب لفريق طيب أنا وصلتنا رسالة بس راح أسع وجه السؤال لصاحب الرسالة لكابتن حيدر يقول لك هذا الجمهور اللي كان موجود ومواجهة اللاعبين حالة حضارية من باب دعني نسميها الديمقراطية من باب إنه الجمهور الزوراء يعتبر مؤثر مع الفريق بالسراء وبضراء تواجدهم اليوم وكلامهم مع اللاعبين حالة حضارية تعتبر يعني السادة حسين هذا جمهور نادة الزوراء كله عرفه بصراحة وإحنا هاي يعني الوجوه نعرفه بصراحة ناس محترمين يروحون حتى للمحافظات يذهبون للمحافظات تاركين عملهم تاركين شغلهم تاركين بيوتهم ومن حقهم بصراحة من حقهم يعتبون على اللاعبين ويواجهون اللاعبين وهاي حالة حضارية بصراحة خليتكلمون يا اللاعبين على موضوع اللاعبين هم يحسون بالمسؤولية سنة ترصب أي دقائق ما سمعنا إساءة ما بها أي إساءة بالعكس يعني أمير شوفه أمير قاعد يتكلم مع اللاعبين بروح طيبة وخال الجمهور يعني خلفه وكلهم ما صار تجاوز ومن حقهم الجمهور الجمهور من حقه السادة حسين يطالب بالنتاج يريد نتاج يقول له كان الجمهور قاعد أحضر يعني أريد بطولات أريد مستوى أريد أحقق فمن حقهم حالة حضارية وأشكر صاحب الرسالة تشكرا بس ما تعرفها منه لا والله ما عارض بس هو يقول لي سترتك اليوم منورة وحلوة الله يسلم يتحارى شوي قوة بس لا صادق سادة أنا ما أقول يا سبا قال السترة كلش حلوة لا لازم تقولي بس أفضانات أطوال لازم تقعها خب كيفتك آيش مدري يا أخو المال لا صف لا هو دز رسالة بالكل سويت تحديد الكل ودز الصف هاي من أزياب أراري طيب خلينا نتكلم بمحور الحلقة الآن يعني موضوع والله يعني قاعد تجيين رسالة يعني كيف يعني مثلا محمد صفيح اللي هو رئيس الاتحاد العراق للرماية يقول والله أبو علي قلب انفجر على الجمهور والله يساعدهم صحيح وبصراحة يعني صحيح سادة حسين تحياتي صاحب الرسالة يعني احنا نحس بيهم بصراحة يعني صاحح احنا بعيدين واليوم محايدين لكن نشوف مو بس بجمهور ناد الزوراة كل الجماهير من نشوف النتائج الصير غير جيدة ويعتب الجمهور على اللاعبين أو على الكادر التدريبي هذا من حقه من حرصه ويريد يطالبهم أنا ويشت نظري سادة حسين انه خلال الفترة القادمة فريق ناد الزوراة يحتاج إلى يعادة فرمته يعني يعادلهم فرمته جانب النفسي فقط جانب النفسي روح جديدة بالفريق ويرجع ناد الزوراة دائما يعني يشقد ما يوقع لكن مباشرة ينهض وصارت يعني صارت ناد الزوراة فترة عشرات من الرسال راح نخلي الوقت المتبقل للحلقة يعني آخر خمس دقائق لقراءة الرسالة لنجمهور والشخصات الرياضية اللهم حق علينا بس خلينا نروح إلى محور الحلقة المهم وهو اختيار الأفضل في الجولة الماضية لدورينا بالأضافة إلى موضوع جديد اللي هو نهاية كل شهر نختار التشكيلة الأبرز المدرب الأبرز اللاعب الأبرز والحارس الأبرز في دورينا ورح تكون هناك جوائز وهناك يعني شي محترم يعني لللاعبين للفائزين والتشكيلة الفائزة في دورينا بداية أين نبدأ كيفك أولي سود لو بالأصفر كيفك كيفك دولي صفائي يلا يلا لين أخرى يوم حمي علي يبدنه ينأخر حمي فلازم ندللها شوية أقول لي كيفك لا يلا نبدأ من الحارس أكيد من الحارس طيب من الحارس اللي كان الأبرز في الجولة الماضية واللي تم اختيارك أفضل حارس أكيد يعني في كل الجولات اللي مضت في هذا الشهر اللي مضي كان حارس بارز وجميع المباريات يعني دخل في المنافسة في حارس الأسبوع يكون فهو الحارس سرهم حمد شاكر لا نحشة على تشكيلة أسبوع تشكيلة أسبوع محمد شاكر أكيد حارس اللي شفنا رحنا أنت على الشهر قلت لا لا أنا واجل الجمهور محمد شاكر حارس زاخو كان مميز بالمباراة محمد شاكر حارس مرمى نالي زاخو كان أفضل حارس في الجولة الحادية عشرة وبصراحة يستحقها نعم كابتن صفاء يستحقها أكيد أكيد بعدما شاء المميز اللي قدم مباراة يعني حارس شاب وفي مباراة أمام فريق الزوراء يعني نقدم مباراة كبيرة وكان يعني جزء من نتيجة المباراة طيب كابتن حيدر نعم محمد شاكر كان الأبرز في الجولة كحارس يعني لكن عندنا خطوط أيضا عندنا خط الدفاع من اللي كان أفضل مدافع في هذه الجولة مصطفى ناظم لاعب ديوانية وأحمد عبد الرضا لاعب النفط لا تحكيدي تحكيدي يعني الأفضل الأفضل أحمد عبد الرضا أريد واحد أحمد عبد الرضا أحمد عبد الرضا إذن أحمد عبد الرضا لاعب نادي النفط اللي فاز فريقة يعني نادي النفط على نادي الكرخ بهدفين أفضل مدافع بالجولة الحالية عشر بس يقوله لك يقولك النفط فاز 2-0 نعم ومورة طيبة والكرخ ما شكل خطوة أستاذ حسين نشوف فريق النفط قاعد يقدم مستوىات جيدة جدا بصراحة يعني حتى من يخسر نشوف الفريق يقدم بصراحة لكن إذا تكلمنا على أحمد عبد الرضا أحمد عبد الرضا من المدافعين الممتازين جدا سبق أن لعب في شباب الزورا ودربته في شباب نادي الزورا ومن ثم يجى فترة في نادي الكهرباء فترة قليلة جدا وذهب إلى القوة الجوية من ثم إلى فريق نادي النفط مدافع متميز شاب حتى فترة من فترات لعب المنتخب الوطني لكن ما أخذ فرصته الآن قاعد يقدم مستوىات جيدة مع فريق النفط وتوقع أنه بالمباراة القادمة يقدم لأفضل طيب أحمد عبد الرضا أفضل مدافع في الجولة الحادي عشر كابتن صفاء أفضل لاعب وسط في الجولة الحادي عشر أفضل لاعب وسط في الجولة أمجد عطوان لاعب الشرطة لاعب يعني كان مميز في فريق الشرطة نور أبو عطوان يعني نحود إلى مستوياته بصراحة أكيد لا هو مستوى يعني ثابت في جميع أكثر المباراة هو اللاعب الوحيد اللي في الشرطة مستوى ثابت وخاصة حتى يعني مع المنتخب الوطني إيه إذا مستوى ثابت هذه أول مرة نختار أمجد عطوان أفضل لاعب لا لا ليش ما تم اختياره مختاري يعني اختارنا ضمن تشكيله بس ما اختارنا كأفضل لاعب نحن قلنا ندعم الشباب فمرات يكون هو مميز ولاعب شاب فتروح المفاضل اللاعب الشاب لكن في مباراة أرفيل قدم كل كل معنى وكان سبب رئيسي يعني في استقرار فريق الشرطة في المباراة أهى ليش ما رحنا بتجاه علامها ونسجل هده فقدم مستوى جيد كان يعني مستوى ثابت خلال مباراة ين سكلها نطيها العلام على بالأسبوع وبالشهر بالعلام خلينا نحكي لتشكيله كلها لا ما يسر نعم أنا سيلة كم الجمهوري يقولك يقولك علامهاوي ها المباراة الثانية اللي يقود الشرطة للفوز ويحقق ثلاث نقاط ست نقاط المباراة ينفضل علامهاوي استاذ حسين نحن ما ننكر يعني علامهاوي لاعب يعني بيقدم مستوىات رائعة قومي جيد ودفاعيا جيد طيب إذن عدنا أنجة عطوان هو أفضل لاعب خط وسط في الجولة الحادي عشر كابتن حيدر أفضل مهاجم في الجولة الحادي عشر أنا أتناقش معكم لأن هذه أسئلة الجمهور كابتن حيدر وقلك أكو لاعبي تعرف نحن ما نقدر ناخذ كل يعني الآراء أنا اليوم مثلا مقتنع بسين كابتن مقتنع بلاعب آخر ونتا بلاعب آخر نعم فإحنا نتكلم عن كل اللاعبين أستاذ حسين أنت تعرف يعني يمكن إحنا صارنا ثلاثة يام نبقى لفترات طويلة تعرف أنت كل الزين يعني ونتناقش ما أسوي صامت التليفون من وراء والله وحصائيات فجمعوا وحتى اللاعبين ومراضي حسين ومراضي نحن نقول على الواتساب ما جاوب أنت تقول عن التليفون ما يصير كابت يعني الخمسة صبح تتناقش إما هي مسؤولية أستاذ حسين بصراحة مسؤولية وما أريد نظلم واحد حسين ربما تعرف نختار يعني نختار الدقة بصراحة وفق حصائيات وفق المستوىات ليقدم اللاعب نتكلم عن أفضل مهاجم أفضل مهاجم لعب أمانة بغداد جبار كريم جبار كريم نعم والله جبار يستاهلها وهذه المرة الثانية أو الثانية والثادثة في دورينة نعم اللي نختارها كأفضل مهاجم في دورينة خصوصاً أنه الهدف مالته نعم هدف البارحة أفضل هدف أجمل هدف تم تسجيله في ملعب البصرة منذ افتتاح الملعب إلى الآن أستاذ حسين يعني جبار شاهدناه بصراحة يعني من بداية الدورية حتى بالمبارات الودية شاهدناه للجبار لاعب من مفاتيح لعب فريق أمانة بغداد لاعب متميز ويلعب أكثر من مركز يعني شوفوا مرات يحتاج المدرب يلعب على الطرف يلعب مرات يلعب بالعمق كمهاجم يلعب قاعد يأدي ويسجل ومن يسجل يعني للفريق أمانة بغداد يحققون النتاج يعني فوز وثلاث نقاط مهمة لفريق أمانة بغداد الهدف مالته بثلاث نقاط بالضبط هدف عالمي بس خلينا أحكي كابتن صفائل إن هو درب جبار كريم في نادي الزوراء وما أخذ فرصته بصراحة قلتم ظلمتون جبار في نادي الزوراء عنده مواكنة التوكاب في الحكيم يتكلم عن ما يقدمه حاليا يعني شنو السبب اللي كان جبار مو هذا المستوى اللي يشاهده في أمانة بغداد كثرة النجوم شنو المشكلة أكيد يعني أنت تعرف يعني جبار هو لاعب مميز ولعب أكثر المباريات يعني يلعب مع فريق الزوراء لكن أنا أشوف أحكيها بصراحة هو كان ما معتني بنفسه بذي شالفترة ثاني شي تواجد مهند عبد الرحيم وتواجد على على عباس يعني كان أكيد يحرمه من الفرصة يعني في اللعب لكن لا في أمانة بغداد المهاجم الأوحد أكيد الآن يقدم مباريات يشترك جميع المباريات ثقة موجودة بنفسه كل المباريات يسجل فأعتقد هو يعني الآن في فريق بغداد غير أن طيب كيف شنو اللي ينقص جبار كريم اللي شفته في نادي الزوراء يعني أنت مثل ما قلت لك الضباط تتكلم عن النضباط؟ هو ما كان يعني مهتم بنفسه يعني مثلا مثلش يعني مرات لياغت ما تساوي اللاعبين تيجي يتدرب نفس اللاعبين ما نعرف فيه سهر ما عرف شي لكن الآن يعني أنا شوفه شفت لأكثر من مبارات يعني حقا جبار رجع المستوى حقا حلوها يذكرنا يذكرنا أول ما بدأ مع فريق كربلا والقادم إن شاء الله يكون أفضل إليه لأن يستاهله كابتن حيدر شنو اللي ينقص جبار كريم لأن يكون ضمن يعني لعبين منتخب الوطن اختيارة كتنش خصوصا وفق ما يقدمه من مستويات يعني أنت أشوفه أفضل من كثير من المهاجبين اللي موجودين في دورينا أستاذ حسين طبعا اللاعب سبق أن دربناه في نادي النجف يعني من كان الكابتن عماد وكنتان معه في نادي النجف كان لاعبنا يعني لأن إجانا من نادي الكربلا يعني جبناه من نادي كربلا إلى نادي النجف وانتقل إلى أمانك بغداد يعني جبار ينقصه فقط يعني التركيز أكثر التدريب أكثر الحرص الأكثر راح يوصل جبار إلى مستويات أعلى يعني كل ما يقدم إحنا اللاعب دائما نقول له كل ما تقدم أنت تقول والله لا لازم أقدم بعد الأفضل يعني جبار فقط يحتاج يحتاج أن يحافظ على نفسه أفضل يحتاج على يعني حتى البنية ومالتها البنية الجسمانية علي أنه يهمي يهتم بها لأنه هو الوقت يعني طويل قدامه ممكن أنه يعني يفيد فريقه وممكن حتى بالمنتخبات ممكن أن نستفاد من عنده إذن يعني جبار كريم هو المهاجم الأبرز في جولة الحادي عشر يعني حاليا ساعدنا محمد شاكر أفضل حارس بالأضافة أفضل مدافع أحمد عبد الرضي أمجد أطوان أفضل لاعب خط وسط وهو جبار كريم الأفضل من بين المهاجمين لكن كابتن صفاء أفضل لاعب محترف في دورينا في جولة الحادي عشر حتى نحدد ونوضح للجمهور أفضل لاعب محترف يعني صار الاتفاق على لاعب هيلوي مدافع فريق زاخو هيلو منتيرو نعم هو هذا اللاعب هيلوي منتيرو هيلو 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 منتيرو أي لاعب مميز هذا حيث نقل إيد الاسم علي هتا يعرف ماذا فوقت قل لك مقاعد يمني هسب بالإشارة بالإشارة لاعب كمي أفضل لاعب محترف في دورينا هو محترف نادي زاخو البرازيلي هيلو منتيرو شن اللي يقدمه يعني أمام الزوراء واللي يخله أفضل من المحترفين تعرف يعني عندنا محترفين في أمانة بغداد في يعني كانوا متوهجين في النجف يعني أكيد يعني كل من شاهد المباراة كان لاعب قيادي يقود فريق زاخو بن الخط الدفاع لاعب شجاع يتمركز بصورة صحيحة جميع الكرات اللي تكون قريبة منها يقطحها تعرف أنت مهاجم مثل مهند عبد الرحيم ولاعبين آخرين على عبد الزارة لا ما لعب بهالمباراة لكن كان مميز حقا في هذه المباراة نتكلم أنه يعني الموجودين في خط الهجوم لناد الزوراء على عبد الزارة مهند واليوم اللي شاهدنا بناد الزوراء كان بسبب ما حصل فيه نادي زاخو لكن كان نادي الزوراء كان مؤثر أكيد كان مؤثر ولعبه آخر ثلاث مهاجمين يعني فريق الزوراء لكن مثل ما قلت لك يمتلكون خط دفاع جيد فريق زاخو موظف بصورة صحيحة من كابت نحن الصلاح فكان أحد يعني أعمدة الفوز لفريق زاخو منه؟ هيلوي مونتيرو هيلو هيلوي لا هيلو هيلو هل سألتها الزاخو وإن أحمد صلاح نقول لها شنو اسمه أحمد صلاح قال لي هيلوي ردي غلطة ردي ورطة ردي ورطة ردي ورطة زي ترباحة وين كنت موجود بالملعب شاهدت مباراة الزوراء رح تشجع الزاخر والزوراء والله تعرفت نشاهد الشي الجميل اللي نشوفه نحتي بيه ونقوله يعني الفريقين هم مقريبين علينا هيلوي بشان وجهك حلو علي من؟ أكيد على أحمد صلاح ووراك وين رح تبتوياه؟ ما رح لنا لا رح تبقى أحتي؟ لا لا ما رح لنا لا والله لا لا قادتكم مباراة؟ وين؟ ايها واحد المباراة هاي وين بثمانية بالليل؟ ايه وطلعك وطلعوك من اللعب لا ملعب لا ملعب لا ملعب لا ملعب انا بدلت لحمد صلاح باللعب علي البهاد اللي بدله هو يبدله يعني بهاد داما لي غيره طيب وصلنا إلى أفضل نادي في الدورة وأفضل ودرب وين نروح؟ هن الثينات نعتقد واحد نعم اثمينات مراهد أفضل فريق بالجولة السادسين فريق زاخو نعم نادي زاخو أفضل فريق في الجولة الحادي عشر بسبب فوزة على نادي الزوراء لكن هايضا نتكلم الشرطة فاس على أربيل نعم سادس حسين فريق زاخو يعني فايز على فريق تعرف فريق نادي الزوراء حجم فريق نادي الزوراء وفي ملعب الشعب مع مدرب شاب الكابتن أحمد صلاح بصراحة مع فريق اللي يعني يوم أمس بصراحة يعني شاهدنا فريق متميز جدا يعني انضباط تكتيكي روح قتالية الرغبة بالفوز عند الفريق يعني ما جاي الفريق انه بس جاي يريد يتعادلها عنده كانت الرغبة بالفوز في هذه المباراة وفريق بصراحة يستحق كل التقدير والاحترام وكان هو فريق الجولة في هذا الدور كابتن انتشارت المباراة كنت موجود يعني بالملعب مو مثل نحن شفناها يعني بالتلفزيون شنو اللي خلى نادي زاخو يفوز عز الله وخلى انه يكون هو الفريق الأفضل في الجولة الحادي عشر حقيقة يعني يعني مو مجاملة ادارة المباراة كانت جيدة جدا الكابتن احمد صلاح يعني انت شوف حتى بداية المباراة لعب بسلوب شوطة ثاني تغييرات اللي غيرها عكس تغييرات فريق الزوراء كان يشرك مهاجم كان احمد صلاح يشرك لاعب وسط سريع في وسط الملعب وقدر كل الكرات اللي اللي صارت في يعني نصف الساعة الاخيرة كل الكرات اللي تسقط في وسط الملعب يشوف لاعب من فريق زاخو يحصل عليها وتكون هجمات مرتدة ضيعوا اكثر من فرصتين ثلاثة فريق زاخو فاعتقد يعني كانت ادارة ادارة مميزة للكابتن احمد صلاح في المباراة طيب ما نتكلم عن عن احمد صلاح والمدرب الابرز من المدرب الابرز اللي تم اختياره في هذه الجولة اللي هو افضل مدرب في الجولة الحادي عشر افضل مدرب في الجولة الحادي عشر ساد حسين احمد صلاح مدرب زاخو احمد صلاح مدرب زاخو والله يستاهل يعني مدرب شاب اخذ فرصة الان مع فريق زاخو واثبت جدارته يعني اليوم من يفوز على القوة الجوية ويتعادل مع الشرطة مدرب الوحيد اللي يخال اربع مباريات مع الانديجة جماهرية فاز في اثنين ومتعادل في اثنين نعم نعم حقق نتائج كبيرة مع الشرطة ومع القوة الجوية مع فريق الزوراء وهو هذا عمل المدرب في صراحة يعني اليوم انت منشوف مدرب شاب واجتهد في صراحة يعني اليوم انت المدرب من عند الادوات وعند الفريق ويقرأ مباريات ويدرب الفريق وحقق نتائج وهذا يعني حصيلة جهدي ان يكون هو المدرب الافضل قابل نحمد صلاح والبعض راهن على يعني فشل مع ناد الزور مع ناد الزور بعد خسارتين امام الكهرباء وامام نفط البصرة قلوك خلص ناد الزور رايح باتجاه الانحدار لكن عاد في مباراتين فاز يعني بالرغم من غياب ست لاعبين يعني هو انا كان عندي ضيفي قال ست لاعبين انا رح يغلبون عني في مبارات الزورة بالضبط بالضبط هو عنده لاعبين بصراحة عنده لاعبين جيدين لأول مرة نشاهدهم هاي اللاعبين يعني ما مثلا لاعبين عرفهم هاي لاعبين اكثريتهم مغمورين النقطة المميزة في هذا الفريق انه اختيار اللاعبين المحترفين السادسين يعني الاختيار الصحيح باختيار اللاعبين المحترفين يجب لك نقاط بالضبط هو عارفين وين يروحون وهذا يحصل الى ادارة الناد طيب انا رح سأسئلك قبل ما اقول لك على الوضوع مهم قابل احمد قبل كم يوم كان ضيفي قلني انا ما اعتمد على الاسماء انا لاعبين الشباب اللي عندي اللي يقدمون انا خلص العب و اقدم هاي اللاعبين الشباب بالنسبة لي انا حتى ادي معلومات هو ترقب المبارات الزراء بعد عدد من اللاعبين بس انا مؤتمن عليهم لا اكيد هو يشوف و يلازم يعني هو من قال عدي ست لاعبين انا اشوفه كان يعني يعني هو كان يطي رسالة لفريق الزراء مثل يعني شلون تراخي تراخي كيف مدهم اعمدت الفريق ما الفريق زاخو كانوا متواجزين بالمباراة وكانوا مميزين يعني فاز قبل المباراة فاز قبل المباراة تكتيكيا يعني كان محظر جيد ايها يم تحسب له اكيد اكيد ليش انا اقول لك يعني هو يعني كابتن احمد صلاح ادار المباراة حتى قبل المباراة من اللقاءه وقالك ست لاعبين وش اسمه فاني اعتقد يعني شوية احمد صلاحة يعني ما ينقدر له مو سهل تمويه 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 عرفه صديقة انا جيرانه بنفس المنطقة هو انا الصحر طرحاته وجياته سواء بالمناسبة هو يعني صفاء عرض عليها مستشار في نادي زاخوة قبل بداية الموسم واني اعلنت الخبر وبعدين خبرني يقلي لا لا اشياء الخبر اعتذرت وما اروح لا هو اخوي قريبين احنا ودائما ما نتناقش يعني بالفريق يعني انا اشوفه مشروع مدرب ان شاء الله حتى للمنتخبات الوطنية ان شاء الله طيب كابتن شلو اللي بقانا في الجولة الحادية عشر اجمل هدف اجمل هدف 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 اللاعب جبار كريم ضد فريق الميناء اها جبار كريم والله ان هذا الهدف ما يحتاج ان يقول عليه اجمل هدف هو بس ان طلعه والجمهور مباشرة راح يصوت عليه لان هذا الهدف انا قلت اجمل هدف سجل في ملعب البصرة عن طريق جبار كريم شباب طلعوا انه الهدف ايه بقتعد السطع ايه اه هدف جميل جدا شوف حتى التحضير السادة حسين مو بطيء بصراحة يعني تحضير مباشرة باغت حارس المرمى شوفت حارس المرمى ذا سئلة ما اخذ حتى يعني ما كان عنده تركيز بالكرة يعني كان يعني مفكر انه الكرة راح تلعب على الطرف او تلعب وان تو او من هالقبيل هذا مفاجأة بالتصويب على الهدف وهذا يعني نوع من انواع اللاعبين مميزين في صراحة يعني ميزة شوف حتى الحارس يعني ما اخب لا خطوة ولا اقدر اي شي يسوي لان هي هاي الكرة دائما تكون صعبة على الحارس ما يكون محضر الحارس وحتى التحضير اللي جبار من صوب على الهدف التحضير كان سريع جدا يعني ما خمد الكرة او تباطئ بيها مباشرة يعني استلم الكرة تصوير سريع على المرمى تركيز كان على الهدف وقلت لك هذا الهدف يعني يستحق ان يكون هدف الجولات الهدعش كلها بصراحة اهه كابتن يعني هدف مثل ما قلت لك كان دي كل يعني انت مهاجم هاي الهدف هداف مهاجمين حقيقيين حقيقي يعني مو كل مهاجم يقدر يسجل هكي هدف يعني بس جبار عدة هاي الامكانيات يعني لاعب حتى لاعبين البيناء اذا تشوفهم الاحتياط يعني بوعونه بغرابة على جبار لديه المواصفات اللي يسجل هكي هداف يعني مسجل اهداف يعني كثير من هكي يعني مسافات ولاعب هو يعني اعتقد يقدر يسجل فيه كل مباراة يعني فيه جميع اكثر المباريات يسجل هذي الاهداف طيب مبروك لجبار فوزه بجائزة افضل مهاجم في الجولة الحادي عشر بالاضافة الى فوزه بافضل هدف بس انو وصلتنا رسالة خلي نوقف يا مهان ما اعرف منه يعني هي رسالة على الفيسبوك قال نفط نفط البصرة الديوانية فاز على النفط البصرة ليش ما اختاريته كافضل فريق في الجولة احنا يتكلم يعني الاخ اللي داز الرسالة يتكلم مع كل الاحترام والتقدير احنا ما نقدر نقيس فوز الديوانية على النفط البصرة مثل فوز زاخو على الزوراء في ملعب الشعب بالنجوم اللي يمتلكهم الزوراء بالقاعدة الجماهيرية باسم يعني ملعب الشعب كابتن انتم تعرفونه نعم نعم ملعب مرعب بالنسبة للنجوم اللي يتقابل للنجوم الجماهيري يعني فمن الممكن انه نروح باتجاه يعني مباراة الديوانية ونفط البصرة مع كل الاحترام والتقدير يعني اسماء فرق كبيرة خصوصا الديوانية بفوز زاخو على الزوراء بالفعل يعني اذا فاز الديوانية على الزوراء في جولة ما بالتأكيد احنا نروح باتجاه الديوانية لذا فاز على الجوية على الشرطة حتى نفط البصرة اذا يفوز على احد الاندية الكبيرة واحنا اختارينه اكثر من مرة ديوانية الفريق الافضل النجوم الفريق الافضل احنا نتكلم عن جودة المباريات وقوتها ما نتكلم عن سين اوساط نعم استاذ حسين بصراحة شوفي انت عليك انه تختار فريقين يعني المشكلة انه تختار فريق واحد يعني لا قصدي مباراة وتختار فريق واحد فهي المشكلة فانت لو عندك خيارات افضل يعني اذا عندي خيارات افضل اختار ثلاث فرق بصراحة يعني اكو ثلاث فرق قاعد نقدم ومن ضمنها فريق الديوانية صراحة نستقرب على بعض الرسال اللي هم يعني يقول لك انا فقط اريد احتي فقط اريد اكتب لا لا هم ما يعرفون انه اكتب نعم استاذ حسين نعم بالضبط واحنا يعني خير دليل عن كلامنا انه اليوم متواجدين اكثر من اللاعب من فريق الديوانية بتشكلة الاسبوع الهدعش ان شاء الله خلينا نروح الى تشكيلة الاسبوع في جولة الحادي عشر ويتم اختيارها من قبل المحللين في برنامج الكابتن شباب طلعونا التشكيلة احمد شاكر كابتن تكلمنا عنه كابتن صفاء وكابتن حيدر تكلمنا عليها بس خلينا نبدأ كابتن علام هاوي علام هاوي الان بدأ تكلمنا عليه ممتاز جدا يعني حقق هدف الفوز في مبارتين يعني الفريق الشرطة وهو الان فريق الشرطة مستواهم جيدة وقاد يقدم مستواات جيدة احمد عبد الرضا تكلمنا عليها من المدافعين ممتازين مصطفى ناظم هذا اليقونة في نادي الديوانية بالضبط يعني مصطفى لاعب ممتاز جدا لاعب قاد في فريق نادي الديوانية يقدم مستواات جيدة جدا اللاعب مصطفى مؤيد لاعب نادي النجف لاعب جدا يعني جيد يسار يعني شوف هذا ميست انه يلعب اكثر من مركز تقدر تلاعب على اليمين تقدر تلاعب على اليسار ولاعب جيد جدا لاعب جيد جدا الاستخطابات لنادي النجف متميزة جدا لاعبين شباب وقاعد يقدمون اعتقد انه اذا ما يحافظ عليهم نادي النجف هذا الموسم اعتقد انه يروحون اغلبهم لفرق الجماهرية نعم قلت لك سادة حسين فريق النجف يضم اكثر من لاعب متميز ومن ضمنهم يعني لاعب مصطفى مؤيد يعني لاعب جيد جدا كابتن صفاء خط الوسط نبتي بما نبيل صباح نبيل صباح يعني لاعب خبري يعني ما شاء الله عليه عندنا باردة عليه ان شاء الله يقدم مستويات جميلة خاصة في هذه المبارات يعني كانوا لاعبين مميزين في المبارات ليست حسين لاعب فريق النفط حقيقة يعني الجولات اللي سبقت هذه الجولة كان منافس ان يدخل في التشكيلة لكن في سبب يعني نتائج الفريق ولاعبين مميزين في هالمركز ما تواجد اعتقد في هذه المبارات كان مميز واستحق ان يتواجد في تشكيلة الاسبوع امجد عطوان تكلمنا عنه امجد عطوان يعني لاعب غني عن التعريف مو يعني لاعب دا يقدم مستويات رايعة بالاضافة الى اللاعب احمد زيرو لاعب شوهي من فريق نادي زاخو واكثر من مرة تواجد في تشكيلة الاسبوع نعم حقيقة كان لاعب مميز في المبارات دفاعيا وهجوميا يعني نشوف يعني طاقة واعدة ان شاء الله حتى نشوف ان شاء الله مع المنتخبات الوطنية ان شاء الله طيب عندنا اسمي في خط الهجوم كابتل خلي هنا يمك جبار احنا تكلمنا عنه جبار وفق ما يقدمه مع نادي امانة بغداد اللي انا اتوقع انه اذا يستمر على هذا الاداء راح يكون موجود مع المنتخباتنا الوطنية لكن اتكلم عن فلاح عبد الكريم اللي هو اللاعب الثاني الديواني اللي يكون موجود في تشكيلة الاسبوع حقيقة فلاح عبد الكريم من المهاجمين يعني الواعدين يعني يعني بدايته مع فريق الديوانية يعني ما كان يلعب يعني كثير الجولات الاخيرة يعني يشترك في المباريات يقدم مستوات جميلة سجل هدف في هذه المبارات وكان لاعب مميز في خط الهجوم طيب انا عندي رسال قبل ما نروح باتجاه يعني كابتل حيدر عندك تعقيب على اللاعب فلاح عبد الكريم يعني لاعب نادي دوانية لاعب مهاجم قناص استاذ حسين بصراحة يعني هو المهاجم الابرز في فريق الدوانية من اللاعبين المتميزين ويعني يسجل من اوضاع مختلفة بصراحة يعني شوفوا يلاعب من فرص او كراس صعبة يسجل وهو يعني بصراحة من اللاعبين المميزين في نادي دوانية طيب انا عند رسالة من المدرب نجاح صادق اللي من محافظة البصرة العزيزي يقول السلام عليكم استاذ حسين لسنا من اصحاب الاقتصاص وانما اطرح رأيك وراقبة ومتابع اعتقد اللاعب احمد فرحان من نفط البصرة لاعب يستحق التواجد من تشكيل ضمن التشكيل من وجهة نظر ان شاء الله كل لاعبين بصراحة يعني نفط البصرة يعني بصراحة يعني شخصيا يعني معجب بهذا الفريق بصراحة يعني ضم اكثر من لاعب متميز وكادر متميز الكافتين عمار ولاعبين ممتازين وان شاء الله بالادوار المقبلة راح يكونون يعني متواجدين بالتشكيل ان شاء الله ازهر طاهر سلم عليكم لاعب ناد الزوراء السابق ولاعب الخلوق يقول ما يمر به الزوراء امر طبيعي يحدث لعندي عالمية وتعود للنهوض من جديد وبما ان اغلب لاعبي الزوراء ناضجين تكتيكين ويستحقون التواجد في المنتخب الوطني لكن نتاج السلبية سببت الضغط والشروط والشروط الذهني والاستعداد النفسي الذي لم يكن فيه على درجاته وقادرين على التغلب على هذه الظروف والعودة لأسلوب الزوراء الممتع مع تحياتي لضيوفك الكرام بس يقول مرتضى احد المتابعين يقول سلامي اليك استاذ حسين وضيوفك الأزاء ما صحت شرط شهادة البرول للتدريب في البطولة العاسية تكلمنا عن هذا الموضوع هذا الشرط الاول هذا ما بيق المجال يدرب الفريق المشارك في دورة أبطال عاسية طيب خلونا نروح الى الأفضل في الشهر في شهر 12 كل نادي نحن ست جولات تقريبا ست جولات شاركت بها الاندية ست اندية يعني ست مباريات العفو هذه ست مباريات صار عليها تقييم من قبل المحللين في دورينه من المدرب الأفضل من النادي الأفضل الحارس الأفضل اللاعب الأفضل وفق ما قدمه كل فريق خلال ست مباريات كابتن هيدر نعم الفريق الأفضل استاذ حسين خلونا نتكلم في شهر 12 نعم شهر 12 شهر كانون الأول نعم فريق نفط الوسط فريق نفط الوسط أفضل فريق في شهر 12 نعم شباب طلعوننا نادي نفط الوسط أفضل فريق في الجولة في الشهر لشهر 12 ليش كابتن هيدر لأن مصد نعم وأموره طيبة ورايح بالاتجاه بضبط بس هو يعني طيز بثلاث مباريات نعم من ست مباريات متعادل بثين وخسر المبارات بضبط أفضل أفضل قوة الجوية بضبط ويحقق نتائج جيدة ونتمنى للموافقية كابتن أفضل مدرب في شهر 12 أكيد هو من أفضل فريق اختاريننا فجمال علي يعني كابتن جمال علي لا هي مو بالضرورة لأن أفضل فريق هو يكون أفضل مدرب نجيك إحنا شلون طيب خلع لأنه أفضل مدرب في شهر 12 هو مدرب نادي نفط الوسط الكابتن الخلوق العزيز جمال علي اللي والله بالنسبة لي شوفه يستحق بس يقول لك الجمهور يقول لك مو بالضرورة فريق الأفضل هو مدرب الأفضل لا يعني هو قدر يحافظ على الصدارة مستوى الفريق يعني يعني مو مستوى متذبذب لا كل مباراة يكون يعني الفريق يلعب بأسلوب يقدم جميع المباراة تقدم مستوات جيدة خلال هذا الشهر قدر يحافظ على الصدارة فريق يعني منظم جدا داخل الملعب أكيد راح يكون المدرب جمال علي اللي هو اللي مدرب الشهر أها إذن والله بالنسبة لي أنا يستحق يعني كرائي شخصي وهذا أراكم أن تدرون بي ما أدخل يعني في أي موضوع فني بالنسبة لكم لكن بالنسبة لي ننفط الوسط ووفق ما قدمه خلال هذا الشهر أشوف يعني مدرب جمال علي كان إلى بصمة واستقرار وننسى له أي صلاح والأخوان اللي موجودين وياهم بالكادر التدريبي كابتن حيدر أفضل حارس في شهر 12 أفضل حارس سرهنك محسن سرهنك محسن حارس نادي بغداد بط 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 إذن سرهنك محسن اللي يعود إلى مستوياته وتألقه وأعتقد أنه نادي أربيل متندم على خروجه سرهنك محسن هو أفضل حارس في شهر 12 يعني أستاذ حسين كان علامة بارزة بصراحة يعني سرهنك إحنا نشيد أليه وعلى وزره بصراحة وعلى مستوى قاعد يقدمه مع فريق أمانة بغداد بصراحة يعني نقطة مضيئة في نادي أمانة بغداد قدم مباريات كبيرة جدا قدر أن يدود عن مرمى بأكثر من مباراة وكان متألق بصراحة وهذا يعود طبعا يعود للجميع يعود للإدارة ويعود للكادر التدريبي لفريق أمانة بغداد إذن سرهنك محسن هو الحارس الأفضل في الشهر كابتن صفاء أفضل لاعب في الشهر وهذا أكثر من لاعب يستحقه بصراحة لكن أريد الاختيار الوحيد اللي أنتم اختاريته وبينه كان منافس أول مرة يطيني المنافس منه اللي ينافس؟ يعني الكثير من المنافسين ما نقدر نقولهم بس يعني لاعبين عديدين يعني كانوا مميزين خلال الجولات واختارينهم يعني قاموا الفائز اللي نافس الفائز لا أخذ لا أنا أقول لا لا حسين يونس حسين يونس مهاجم العيناء والله كان يستحق والله كان يستحق صح حسين يونس دعونا نعني عن الاسم لاوقع اللاعب في الشهر لاعب موسى عدنان إذن موسى عدنان مهاجم نادي النفط هو أفضل مهاجم أو أفضل لاعب في هذا الشهر بمنافسة كبيرة كانت للخمسة الصفح الإخوان يا الله حلوها مع حسين يونس لاعب نادي الميناء حقه لاعب شاب يعني وإلى مستقبل قدم خلال هذا الشهر ستسوه مناسبة ستسوه مناسبة قلنا ما يصل إلا واحد بس هو يستحق وفق ما قدمه موسى عدنان في هذا الشهر أهداف جميلة السجد الأهداف الجميلة معثر نعم وهو أساسا لاعب مغمور خليه يتكلم عنه إحنا تكلمنا علي أستاذ حسين الحلقة الماضية بصراحة هو من مدرسة نادي نادي الحسين للأستاذ كامل صغير لنوجه له تحية لاعب متميز في نادي النفط يعني سجل أهداف صعبة وهذه الأهداف حتى يعني فريقه يعني قدر أن يحقق نتيجة ثلاث نقاط بصراحة استحق مع حسين يونس يستحق يعني يشوفه هو هذا اللاعب جيد وإحنا دائما يعني نقول اللاعب قدم كل ما تقدم هو هذا البرنامج صار دعم لللاعبين بصراحة والله رسائل بعد كل حلقة نعم يمكن أن أخلص لساعة يعني فقط أنه مسجات واتصالات على الاختيار أستاذ حسين أكو أكو لأن يقول لك اللي قاعد يختارون هم أصحاب الاقتصاص هم أصحاب والله لو يعرفونا شون أنتم قاعد تعبون في كل حلقة من تقييم من عمل يعني والله أنا قايل حتى أنتم شون أنكم حللين خفزتكم في هذا الموضوع الحمد لله وشكر الله نحن وكابت الصفاء الكل والت تعرفنا يعني قريب علينا تعرفنا من جامل أكبر واحد هو دعم لللاعبين أنا الشي اللي يفرحني شنو أستاذ حسيني اليوم نخلي مثلا سين اللاعبين المباراة الثانية شوفها ما شاء الله متمعيز يعني شوفها يعني قاعد يبرز قاعد يقدم ما اختارينا مثلا اللاعب والله هاي المباراة كان جيد وصار عنده دروب لا قاعد نختار لاعبين وقاعد يشوفون من يجينا للبرنامج اليوم قاعد نختار اللاعب لي نشوفه قاعد يتطور طيب احنا بما نتكلم عنها دلنا فقط تعازينا لللاعب محمد معا اللي يعني بس اللي وفاة والده يعني اللي ان شاء الله يعني يتغمد برحمته الواسعة ودنا فقط تشكيلة الشهر خلينا نتكلم عنها باختصار لأن عبرنا على الوقت والمخرج حامل دي اليوم عصبي علي شاء الله طلعونا تشكيلة الشهر حتى ما يزعل حامل شوف تأخرت عليه اذا تشكيلة الشهر اللي هو شهر 12 كابتن سريعا كابتن حيدر سرهنك محسن أبضل حارس نعم سرهنك محسن أبضل حارس محمد عبدالزهرة النادي نادي امانة بغداد سرهنك محسن نعم محمد عبدالزهرة ابو حالوب لاعب متميز جدا مع فريق نادي النجف قدم مستويات جيدة من المباراة الاولى الى فريق في فريق نادي النجف وكان نقطة يعني مضيئة جدا في هذا النادي وقدم مباراة كبيرة بصراحة وهو فاكهة نادي النجف يعني دائما هو يكون الفاكهة في اي فريق يذهب له فيصل جاسم فيصل جاسم لاعب متميز مستوى عالي جدا نفط الوسط والميزة البيه فيصل انه يلعب اكثر من مركز ومتميز طيب ستار جبار امانة بغداد ستار جبار امانة بغداد لاعب قائد في خط الدفاع متميز على الرغم انه ما يلعب بمركزه والان قاعد يلعب بمركز الدفاع اليسار كان متميز في كل المباريات علام هاوي يعني غنى عن التعريف وتكلمنا عليه متميز جدا بضبط يستحقها بجدارة طيب كابتل محمد ابراهيم الكهرباء محمد ابراهيم يعني لاعب خط وسط مسجل ست اهداف لاعب مميز في فريق الكهرباء يعني قدر ان يسجل اهداف سريع كثيرة في هذه يعني محمد علي عبود محمد علي عبود لاعب القوة الجوية لاعب متميز قدم يعني مع فريق القوة الجوية قدم اداء رائع جدا عسيان يونس تكلمنا عنه كان يستحق افضل لاعب في الشهر يعني ايه والله كان منافس يعني روي جدا طيب عبد الرزاق قاسم لاعب شاب يعني حشينا هواي عليه ان شاء الله كل مباراة يكون افضل مساعدنا نتكلمنا عنه نعم منار طاها منار طاها لاعب في نادي الحدود بصراحة الممتاز جدا قدم مباريات كبيرة وسجل اهداف يعني كبيرة الى هذا طيب احنا نتهى الوقت لان حامد بكتلكم حامد اريدير يطلع بسرعة طيب انا شاكر توازى كابتن حيدر علي البياتي يقول له اصفر عليك فتشي تحياتي علي البياتي صفاء ان شاء الله انا بقلبي اتمنى اها اخر حلقة ان شاء الله الله يسمع من حجدك ان شاء الله طيب شكرا جزيلا اتمنى لكم التوفيق واتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع على امل ان نلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله اشفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا